ذكرت الأخصائية في علم النفس السريري من منظمة أطباء بلا حدود دكتورة دعد المنازل أن المنظمة تستقبل يوميا عددا كبيرا من الأطفال بمعدل 15 إلى 20 طفلا يعانون من اضطرابات ومشاكل نفسية نتيجة للحرب المستعرة في سوريا مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين تستقبلهم المنظمة متساوين بين الذكور والإناث الأخصائية النفسية كشفت أن أعمار الضحايا تتراوح بين السنتين والثمانية عشر عاما أغلبهم يتراوح عمرهم بين سبعة أهوام وستة عشر عاما تقريبا نستقبل بشكل يومي من 15 إلى 20 طفل يعانون من اضطرابات نفسية ومشاكل نفسية نتيجة الحروب العدد الإناث والذكور تقريبا متساوي الأعمار اللي منستقبلهم تقريبا من عمر سنتين لعمر 18 سنة أكتر فئة لاحظنا أنها هي عم بتزورنا اللي هما تقريبا من عمر سبع سنين لغاية 16 سنة كثير حالات بصراحة كانت كثير مؤثرة وكانوا الأطفال لما يحكوا مشكلتهم نحن نكون أحيانا متفاجئين أنه كل هذا الشيء شافوا الطفل أو عاشوا مثلا بس تذكر أنه في حالة يجتنا طفل فقد والده قدامه بالإضافة لأنه أمه تعرضت للتعذيب كمان قدامه الطفل كان عنده مشاكل واضطرابات بالنطق كان عنده خوف من الناس كان يرفض أنه يحكي مع أي حدا كان يحاول أنه يؤذي نفسه لأنه طفل يعني طفل عمره عشر سنين بصير عنده أفكار انتحارية أو أفكار أنه يؤذي نفسه بسبب هاي المواقف اللي شافها فبصراحة إحنا كتير بنشوف أطفال اتعرضوا لأحداث عنيفة أو شافوا مشاهد عنيفة وعاشوها سواء إشي حصل معهم أو مع أقرباءهم أو شافوا حتى على شاشات التلفزيون